موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا في جميع انحاء المملكة احنا لسه بمرحلة التأسيس التأسيس الصح بوسطك ان شاء الله لا التفوق على الرغم من ان المواضيع اللي بنحكي فيها بسيطة لكن هي مهمة نرتكز عليها بشرح مادتنا ان شاء الله اخر اشي بلشنا فيه الافعال المساعدة صح واخدنا عائلة بي واخدنا المودلز واذا بدي اذكرك اكثر 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 فتخيل لوين بدي ارجع احكيلك بدي احكيلك انه احنا اللي اخدناه حتى الان انه الجملة باللغة الانجليزية تتكون من سبجيكت زائد بيرب واشتغلنا منيح بالسبجيكت بالسبجيكت تعرفنا انه السبجيكت ممكن يكون ناون وممكن يكون برو ناون يا اسم يا ضمير في الضمائر اخدنا نوعين سبعة سبجيكت بيجووا قبل القبل الفعل وسبعة اوبجيكت بيجو بعد الفعل واشتغلنا عليهم وحلينا عليهم تمارين بعدين جينا قلنا الناون ممكن يكون كاونتبل معدود وممكن يكون الخاس imp اتعرفنا شو يعني اسم غير معدود بعدين القولنا هذا ممكن يكون يعني ممكن يكون مفرد وممكن يكون يعني ممكن يكون جمع هذا كل اشي حكينا بالصبجك بعدين بلشنا بالفيرب قلنا الفعل شكلين اما فعل رئيسي او فعل مساعد وبالفعل الرئيسي اخدنا الخمس انواع المجرد والاول والتاني التالت والاي انجي سواء الفعل ريجولر او الريجولر بالنظام والشار والهلبنك فيرب اربع عائلات الحصة الماضية حكينا عن عائلة بي اذكرك قلنا عائلة بي هدول الخمسة اقوى الافعال المساعدة اذكرك ليش لانها الوحيدة اللي ممكن تكون فعل رئيسي وتنيه ممكن تكون فعل رئيسي فقط وممكن تكون فعل رئيسي وفعل مساعد بنفسه ذات الوقت بنفس الوقت بعدين حكينا عن المودلز وقلنا ما يميز المودلز إنها ما بتيجي إلا كأفعال مساعدة ما بتيجي إلا كأفعال مساعدة معناته بعدها الفعل الرئيسي يا بيجي فعل فقط مجرد وهي للمستقبل يا بيجي بي وآي إن جي الآي إن جي هو الرئيسي والبي مساعد ثاني وهي للمضارع أو هافو تصريف ثالث التصريف الثالث هو الرئيسي والزمن ماضي هذا اللي حكينا بالحصص الماضية طيب وصلنا الآن لمرحلة عائلة هاف عائلة هاف اللي بتشمل ثلاث كلمات هاف وهاز وهال أكيد الهاف والهاز للمضارع present والهاد لحالها للماضي وأكيد الهاز إذا كان الفاعل مفرد غائب اتعلمنا مصطلح مفرد غائب صح؟ يعني أي اسم مفرد أو هي شي ات والهاف للبقية إذن الآي شو بياخد؟ أكيد هاف لأنه الآي مش مفرد غائب الآي مفرد متكلم اليوب تاخد هاف لأنه اليوم ممكن تكون مفرد أو جمع ولكنها بالحالتين مخاطب وليس غائب طيب هاي الأفعال المساعدة قصة وحكاية شو قصتهم؟ ما يميز عائلة هاف إنها بتيجي بالجملة تكون إما أفعال مساعدة فقط وممكن تكون أو أفعال رئيسية فقط فقط إذن عائلة هاف من جماعة يبيض يسود موجودة بالجملة يا فعل رئيسي فقط يا فعل مساعد فقط إذن بدأ تكون فعل مساعد معناته في غيرها رئيسي بدأ تكون هي رئيسي معناته في غيرها مساعد هل ممكن تكون قوية زي عائلة بي وتكون مساعد ورئيسي بنفس الوقت؟ لا يا مساعد فقط يا رئيسي فقط طيب كيف بدنا نميزهم؟ تعال أحكي لك كيف نميزهم؟ الآن متى هاف أو هاز أو هاد بتكون مساعد فقط لما ييجي وراها فعل رئيسي والفعل الرئيسي اللي بعدها بده يكون فعل تصريف ثالث فعل رئيسي من بين فعل تصريف ثالث إذن هنا هاف وهاز وهاد عبارة عن أفعال مساعد فقط وما يميزها لما تكون مساعد فقط بتكون إنه بترجمة بالعربي بدون معنى ملهاش ترجمة بالعربي بيصير ملهاش ترجمة لكن متى الهاف أو الهاز أو الهاد بتكون بالجملة رئيسي فقط بكل بساطة لما اللي بعدها يكون بدون فعل ما في فعل بعدها مدام ما في فعل بعدها معناته هي الفعل الرئيسي وهون بيكون لها معنى بيكون لها معنى معنىها يملك يتناول يأخذ لها عدة معاني ممكن تيجي طيب إذن عائلة هاف وهاز وهاد بتكون بالجملة يا مساعد فقط يا رئيسي فقط هلا لما تكون وراها في فعل تصريف ثالث فهي مساعد فقط لما ييجي وراها ما في فعل فهي رئيسي فقط خلينا نشوف هذا الحكي بأمثلة مع بعض تعالوا نشوف واحد لما الجملة تقول The Boys Have Finished The Task Task يعنى المهمة تعالوا سوا أنا وياكم نعرب هاي الجملة The Boys هي السبجكت Have هي الفعل المساعد هون السبجكت وهون الفعل المساعد Finished هي الفعل الرئيسي ومدام بعد هاف فهي فعل تصريف ثالث السبج كيف بنميز اللي ED كلهم ED كيف بدأ أميز إنه تاني ولا تالت لما يكون قبله هاف أو هاز أو هاد فهو تالت لما يكون قبل الفعل اللي بنتهي بـ ED هاف أو هاز أو هاد فهو تالت طبعا شو زمن الجملة هاي لوجود هاف زمن الجملة مضارع لوجود هاف فزمن الجملة مضارع طبعا مثال ثاني لما أحكي they had fixed the bike earlier they have fixed the bike earlier they هي السبج had helping verb fixed it is the main verb and it is the main verb but what's the time of the sentence here what's the time of the sentence? it's the time of the sentence it's the time of the sentence the sentence we'll take it a little bit why? when I tell you Huda has two brothers others here here is the subject has 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 is the main verb and the main verb has here is the verb one where the sentence is the main verb where the sentence is the main verb is the main verb has is the main verb one but before I get into the house I'll tell you how how when the house has is the main verb and the main verb when the house has is the main verb the children are the main verb these children and the main verb and the main verb have no they have been the 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 servants the household the 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 لها معنى إذن عائلة هاف لما تكون أفعال رئيسية فقط بيكون لها معنى لما تكون أفعال مساعدة فقط بتكون بدون ترجمة بدون معنى طيب هاي جملة ثلاث معرفنا مين الهلبينغفير فيها صح نرجع لها بوعدكم هلأ خليني أنا وياكم الروعة العائلة الأخيرة لأنه هاي الجملة لها دخل بالعائلة الأخيرة العائلة الأخيرة هي عائلة دو أضعف الأفعال المساعدة عائلة دو اللي بتشمل دو وضز للزمن المضارع ودد لحالها للزمن الماضي وأكيد ضز مع المفرد الغائب شو قصتهم؟ ليش هدول أضعف الأفعال المساعدة؟ هي أضعف أفعال المساعدة لأنها لا تظهر في الجملة لا تظهر في الجملة إلا في حالتين شو هم الحالتين؟ إلا في حالتين شو هم الحالتين؟ النفي أو السؤال يعني عائلة دو أضعف الأفعال المساعدة لدرجة إنها بتختفي من الجملة تستطر تتخبى إذا كانت الجملة مثبتة إذا بدك تحول الجملة لسؤال تظهر إذا بدك تحول الجملة لنفي أيضاً تظهر إذن من عيد مرة تانية ما يميز عائلة دو أنها لا تظهر بالجملة إلا بالنفي والسؤال كمان ملاحظة مهمة وجودهم بالجملة وجود مين؟ وجود واحدة دو أو دس أو داد يجعل المين فيرب دائماً مجرد غصباً عنه هم مش دائماً بيظهروا بس إذا ظهروا بالجملة بحالة النفي أو السؤال الفعل الرئيسي بيكون مجرد الفعل الرئيسي بيكون مجرد طب إذا ما لقيتهم أو خليني أعطيك مثال هون بعدين أقول لك إذا ما لقيتهم كيف بدي أكشفهم هلا لو الجملة كانت we don't need your help لو بدنا نيجي نعرف هاي الجملة راح نشوف إنه we هي السبجك do not الدولة حالها هي الهلبنغ والنيد هي المين ولكنها فعل مجرد والسبب إنه دخلت دوع الجملة وزمن الجملة مضارع وزمن الجملة مضارع طيب المشكلة أستاذ ماذا لو كانت مش موجودة يعني لو كانت الجملة I accepted قبلت your request اقبلت طلبك I accepted your request تفضل يعني تفضل أستاذ علاو تفضل I هي السبجك accepted هي المين verb وهي verb to والجملة ماضي طب أين المساعد حلو إذا لم نجد بالجملة بالجملة مساعد صريح مساعد مباشر ما لقيتش بالجملة هل فيه من عائلة بي لا هل فيه من المودالز لا هل فيه من عائلة هاب اللي بعدها فعل تصريف ثالث لا إذن المساعد مستتر وهو يادو ياضز يادد المساعد مستتر وهو يادو ياضز يادد كيف بدي أكشفه أستاذ تعال أخير فك لما ما تلاقي بالجملة مساعد صريح بتروح أنت على المين verb على الفعل الرئيسي اللي بالجملة هذا الفعل الرئيسي يبدو يكون verb 1 يبدو يكون verb 2 إذا كان verb 2 فالمساعد المستتر هو dead طب إذا كان verb 1 ما هو يا بنتهي بأس يا ما بنتهي بأس إذا ما بنتهي بأس فالمساعد المستتر do وإذا بنتهي بأس فالمساعد المستتر thus إذن مين رح يحدد الفعل المساعد اللي رح يحدد الفعل المساعد هو الفعل الرئيسي طب الفعل الرئيسي هون بهاي الجملة شو هو accepted اللي هو verb two معناته الhelping verb بهاي الجملة هو dead ولكنه مستدر لو أدخلوا على الجملة لو بدي أنف الجملة وأدخلوا على الجملة الفعل الرئيسي اللي كان verb two بيصير مجرد I I didn't accept I didn't accept بطلت accepted لأنه دخول do أو does أو did على الجملة يجعل الفعل الرئيسي مجرد طيب نرجع للجملة هاي وينها هودا has two brothers تفضلوا السابع اللاوي هودا هاز two brothers هاي الجملة يا جماعة مين الفعل الرئيسي اللي فيها الرئيسي هاز طيب مين المساعد طيب هاز verb one ولا verb two verb one هاز بتنتهي بأس ولا ما بتنتهي بتنتهي بأس معناته المساعد لهاي الجملة هو does ولو تدخل دس على الجملة الهاز يرقلب مجرد طيب شو المجرد لهاز have يعني هودا دسنت have هودا دسنت have لأنه دخول do أو does أو did على الجملة يجعل الفعل الرئيسي مجرد حلوة عائلة do إذن شو بميز عائلة do لا تظهر بالجملة إلا بحالتين نفي والسؤال إذا ظهرت بالجملة الفعل الرئيسي يكون مجرد طيب إذا ما لقيت بالجملة فعل مساعد صريح فالفعل المساعد مستتر وهو واحد من ثلاث يا do يا does يا did بروح على الفعل الرئيسي إذا الفعل الرئيسي verb two بعتبر المستتر did إذا verb one بدون as do verb one مع as does خلصنا طيب كيف ننطبق على هذا الحكي تعالوا على هدول الجمل وبقول لك حول الجمل التالية إلى yes no question كيف كيف نحول الجمل إلى yes no question بكل بساطة لتكوين سؤال إجابته نعم أو لا yes no question من طلع الفعل المساعد طلع الطريقة استخرج الفعل المساعد وحطه ببداية الجملة خلص طلع الفعل المساعد حطه ببداية الجملة بتقلب الجملة إيش yes no question إذن بهاي الجمل اللي بدي أطبقها أنا وإياك الآن كم جملة في عندي هون في عندي 13 جملة رح أختار جمل بالأول أحلها أنا وإياك بعدين بدي إياك تجرب لحالك يعني رحل معك الجملة الأولى رحل معك الجملة الرابعة رح أحل معك الجملة السابعة رح أحل معك الجملة الثامنة رح أحل معك الجملة الـ 11 أما 12 و13 هدولة رح يكونوا قصة تعال أبدأ معك بها دولة الجمل أنا أبدأ أحلهم بعدين بدي إياه منك أنك توقف الفيديو تحل البقية بعدين تفتح الفيديو تشوفني رح أكمل حلهم كلهم أنا بالآخر بس بدي أتشوفني وأنا بحلها دول بعدين تأخذ فرصة تحل لحالك نقول بسم الله الجملة الأولى gene هي السبجكت eats هي الفعل الرئيسي طيب بس هل يوجد مساعد؟ لا كيف أستاذ؟ لا طب طلع علي هل في إزار قام بالجملة؟ لا هل في وازوير بالجملة؟ يعني إزار قام وازوير؟ لا هل في مودالز؟ لا هل في عائلة هاف؟ لا إذن المساعد مستتر وهو يادو 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 مين الفعل المساعد اللي هون؟ eats فيرب وان مع اس معناته المساعد does إذن لما أبدأ أحولها إلى yes no question شو بروح بسوي؟ ببدأ بكلمة does بعد does الفاعل خلاص حطه بأول الجملة وكمل gene ولكن دخول does على الجملة بيخل الفعل الرئيسي مجرد فبدأ لـ eat شو بدا تصير؟ eat does Jane eat lunch at the cafeteria every day علامة سؤال طيب جملة أربعة you are studying my grammar book احنا عارفين هنا فاهمين اليو هي السبجكت هاي اختصار للـ R فهي الفعل المساعد وستاديينج هي الفعل الرئيسي تمام المساعد R زدته بأول الجملة R أكمل you أحول الـ studying لمجرد؟ لا يا لا لا ولا ولكن لا أحنا منحول الفعل لمجرد بس إذا دخلت do does أو dead أو do بس دو بيكون أصلا مجرد إذا دخلت do does أو dead هنا ركز إنه الفعل بدو يقلد مجرد مجرد studying my grammar book طيب جملة سبعة it was foggy yesterday it هي السبجكت was هي الهلبينغ فوقي ما مش فعل معناته أيضا هي المينغ معناته was هنا هي الفعل المساعد والفعل الرئيسي بنفس ذات الوقت طيب كيف أحلها أستاذ؟ ابدأ فيها يلا ابدأ فيها شو بدأ تصير was it foggy yesterday foggy يعني بباب مليئة بالباب طبعا هنا علامة السؤال أرجوه له هناك جملة رقم 11 عمر كان يبلاي ذا بيانو عمر كان يبلاي ذا بيانو عمر كان يبلاي ذا بيانو أكيد عمر هو السبجكت وأكيد كان المودل هو الهلبينغ فيرب وبيلاي هو المينغ فيرب وهو فعل مجرد وشو ظل خلص المساعد كان نزدته بأول الجملة نزدته بأول الجملة نغير إشي لا يا أستاذ إذن كان عمر عمر بلاي ذا بيانو بيانو كان عمر بلاي ذا بيانو ماشي حيحلينا هدول الآن وقف الفيديو يا بني يا بنتي وقفوا الفيديو الدوسية بين إديكم حلوا باقي الجمل حولوا الجمل التالي إلي اس نو يلا بعدين بتفتح الفيديو وبتتأكد معي جملة جملة وقفته وقف الفيديو تمام هياك رجعت تعالي نكمل The students in this class speak English بدي الفعل المساعد أزدته بأول الجملة هل في اس أرام وازوير لا مودلز لا عائلة هاف برضو لا معناته المساعد مستتر وهو يدو يضز يدد بروح الفعل الرئيسي الفعل الرئيسي سبيك سبيك عبارة عن فيرب وان بس بدون اس معناته الهلبنغ فيرب هو دو معناته الهلبنغ فيرب دو معناته بدي أبدأ الجملة بي دو ويصير الحل كالتالي دو The students In My class سبيك ما غيرت إشي بسبيك أستاذ آه ما بغير بحالة دو ما بغير ليه؟ أنا بس بغير بدا لأنه بدو الفعل أول بدو يصير مجرد والأول والمجرد بيشبهوا بعض لما يكونوا بدون اس لكن لو معه اس كنداز وبدي أسحب الاس لو إنه فيرب تو كندد وبدي أحوله إلى مجرد زي جملة ثلاث تعالوا نشوف هل فيه فعل مساعد هل فيه ويل أستاذ؟ ولا هديك الويل المدل بالآي وعا تكون من الهبل اللي اعتبر ويل هاي فعل مساعد هاي ويل معناها جيد طيب الحال ما عندي مساعد معناته يا دو يا ضز يا دد طب بين الفعل الرئيسي سلبت وسلبت عبارة عن فيرب تو معناته المساعد دد وبدي أبدأ دد في بداية الجملة فبدي أكتب دد دد دخول دد على الجملة بتخلي الفعل مجرد سلبت شو المجرد إلو؟ سليب دد يو سليب ويل لاست نايت طيب جملة خمسة The children are watching television هاي سئلة أستاذ ذكا علينا المساعد are زدتوا بأول الجملة ما تغيرش إشي are the children watching television طارق is in my class مرضو سهلة مدام في إز عائلة بيها القوية مش مهم هي هون مساعد وفي رئيسي هون هي المساعد وهي الرئيسي بجميع الأحوار رح أبدأ فيها إز طارق in my class طيب جملة ثمانية آها مش حلينك أي ليه لازم نحلها من أول We will be at home tonight linda is going to be at work tomorrow في إز خلاص مدام في إز ببدأ بي is is linda going to be at work tomorrow the students will مدام في ويل بتريعني شوف المودلز وعائلة بي مرحات على طول will will the students do the homework before leaving the school هدولا قصة يلا نشوف you have a bicycle من المساعد بجملة you have a bicycle لا مش ها أحسنت اللي حكى دو أحسنت 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 بس اللي حكى ها ركز يا ابني عائلة ها متى بتكون أفعال مساعدة عائلة ها عشان تكون أفعال مساعدة فقط لازم ألاقي وراها رئيسي وهو تصريف ثالث لما جينا هون اطلعنا على الجملة لقينا ها وراها bicycle هل bicycle عبارة عن فعل لا معناته المساعد مستتر وهو يدو يضز يدد بما انه ها verb 1 بدون اس معناته الهلبنغ لهاي الجملة هو دو لما بدخل دو بدأ حاول له مجرد والمجرد هو ها زي ما هو معناته هايدا تتحول يو ها بايسيكل اذا بدأ اسألك عندك مسكلة ولا لا بقول لك دو يو ها بايسيكل وليس ها بايسيكل هاي مستحيل هاي مش انجليزي دو يو ها بايسيكل طب دا جيرل هاز لفت دا شوب هون هاز رئيسي ولا مساعد مساعد أستاذ لانه لفت هي الرئيسي لفت التصريف الثالث من ليف ليف يغادر التاني والتالث لهذا الفعل هو وليفت اذا المساعد هون هاز فبس المطلوب منك تبدأ بهاز فبدأ تصير هاز ذا جير لفت ذا شوب حلو شيتو مشواري منيح سرتو تميزو اذا وصلت لهاي المرحلة من التأسيس معي بالحصة الرابعة واولا بتقدر تحول الجملة إلى سؤال وبتقدر تنفيها لأنه بالنفي برضو بنحط لها واحدة من عائلة فعل مساعد وضاف له كلمة ثلاث نحط له فعل مساعد وضاف له كلمة ثلاث تمام إن شاء الله إحنا بظل يمكن فيديو واحد فيديو واحد فقط لغير عشان نخلص مرحلة التأسيس إن شاء الله يا فيديو يا فيديو هين نشوف شو ترتيباتنا بنرتب لكم الأمور إن شاء الله ربنا يوفقكم ما يضيع اللي يتعب فيكم ولا يضيع لكم تعب ستبول المشوار رحلتنا طويلة بس رح أكون معك ظهرك دائما دعمك وبساعدك بأي مشكلة ممكنة واجهك أمورنا بسيطة إن شاء الله ركز فيها عيدها بس بهمني لما أبدأ الدورة معك تكوني مميز مين الفعل الرئيسي مين الفعل المساعد لما أسألك عن زمن الجملة تقدر تقول لي إنها مضارع ولا ماضي ولا مستقبل لما أقول لك مين الفاعل تقدر تعرف للفاعل لما أقول لك هذا معدود ولا غير معدود جمع ولا مفرد تقدر كل هاي الأمور تتميزها بسهل علي أشرح لك أي شيء بعد ذلك أعطيكم العافية شوفكم على خير صحبت